فرنسا تسارع الاستثمار ملياري أورو بالصحراء المغربية هنا هنمر الموضوع الأول بخصوص إمعان عسكر الجزائر في العداء للمملكة المغربية والبحث بكل وسائل للمساس بالمصالح ديلها وتجلى ذلك في أكثر من محاولة فاشلة ومفضوحة أقدم عليها عسكر الجزائر في الأيام الآخرة وآخر شطحات نظام الجزائري اللي لم تتعافى بعد من صدمات الإحباط المتوالية كانت محاولة تنظيم زيارة للسافيرة الأمريكية بالجزائر إلى تندوف وجعلها تتزامن مع احتفالة البوليزاريو والظهور جنبا إلى جنب مع بن بطوش وفي قالب تم سياقته إعلاميا وقال فيه بأن هذه الرحلة دير السافيرة كانت دخل في إطار مهمة المانحين لمساعدة الإنسان للساكنة بمخيمة تندوف هذه الدريعة اللي حاول نظام الجزائري من خلالها خداع الدبلوماسية الأمريكية اللي كادت أن تتورط في مغامرة غامضة وليبدو أنها لم تكن واعية تماما بتداعياتها والخطورة ديلها حيث وصلت السافيرة الأمريكية المطار هو ريبومدين بالجزائر وكانت تخطط للقيام برحلة خاصة عبر الخطوط الجوية الجزائرية إلى مخيمة تندوف بتحريض من نظام الجزائري وفي نهاية المطاف توصلت الخارجي الأمريكي بمعلومات خطيرة وتدخلات في اللحظة الأخيرة وعطت الأوامر بإلغاء هذه الزيارة وانتهت رحلة السافيرة في مطر هو ريبومدين بالجزائر العاصمة بطريقة عشوائية وتم التقاط صورة جماعية انظهرت فيها السافيرة وسط وفد من المجهولين اللي يكملوا الرحلة ديلهم فيما بعد نحو مخيمات تندوف من دون السافيرة الأمريكية ولم يمنع إجهاض هذه الزيارة أبواق العسكر من الإيحاء بأن السافيرة الأمريكية قامت بالفعل بالزيارة إلى تندوف وانشروا مقالات بعناوين مضللة التغليط الرأي العام الداخلي وترويج الأكاديب ومغالطات وادعوا أن السافيرة الأمريكية قامت بالزيارة إلى مخيمة تندوف برفقة وفد يضم عدة صفراء معتمدين في الجزائر في إطار مهمة للمانحين لتقديم المساعدة الإنسانية للساكنة بالمخيمات وفي الواقع وباستثناء ما يسمى سفير الجمهورية الوهمية بالجزائر العاصمة لم يكن هناك أي ديبلوماسي في هذه الرحلة إلى تندوف لألغيات في اللحظة الأخيرة ولو كان بالفعل حضر شي صفراء معتمدين في الجزائر كانوا يكشفوا عن الهوية ديلهم من دون تردد كانوا يكشفوا عن الهوية ديلهم فواسطت الدرجة الإعلامية كشفت وسيلة إعلامية جزائرية أخرى عن السبب الضقيق لزيارات السفيرة الأمريكية غير المقررة إلى تندوف وقالوا أن هذه الزيارة اللي قام بها وفد من الأحزاب السياسية الجزائرية تهدف إلى الاحتجاج على اتفاق مادريد بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية وهكذا بدون قصد كانت السفيرة الأمريكية تورط دون علمها في إدانة عميقة وفي غير وقتها التفاقية مادريد لمواقعة يوم 14 نوانبير 1975 واللي بموجبها أنهت إسبانيا استعمارها للصحراء المغربية في حين اخترت بعض المواقع الجزائرية تضليل بطريقة أخرى واعترفت أن الزيارة تم إجهاضها في آخر لحظة لكن اعتبروا أن المغرب هو اللي كان وراء إلغاء الزيارة وبدو كوجهه اتهامات مجانية للمغرب والدعاء أن المغرب كان وراء إلغاء الزيارة السفيرة الأمريكية اللي كانت مقررة إلى مخيمة تندوف وأن المغرب ضيع الفرصة على بل بطوش لالتقاء الصورة مع السفيرة الأمريكية لتذكير كانت مماثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن قالت أن بلادها من الدول المانحة لمساعدة لسكان تندوف أزملاء نحن نشعر بالقلق إذا الظروف الإنسانية في تندوف وظروف المعيشة الضعيفة وضعف الأمن الغذائي وعدم الوصول إلى الخدمات الأساسية هذه كلها تستوجب استجابة قوية البلاد المتحدة من الجهات الواهبة الأولى ونحن مستعدون لأداء دورنا ولكن يجب على الجميع أن يؤدي دوره في هذا الصدد كذلك يجب الإشارة إلى أن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر كانت زارت مخيمة تندوف في مايه 2022 دون أن يتسبب ذلك في غضب بالرباط لكن هذه المرة الزيارة الأخيرة حاول نظام الجزائري توريد السفيرة في مغامرة وقالوا أن السفيرة تكون ضمن وفد المانحين لأمم المتحدة ووفد يضم عدة صفراء معتمدين في الجزائر في إطار مهمة للمانحين لتقديم المساعدات الإنسانية للساكنة بالمخيمات لكن السفيرة تفاجأت من اللقاء نفسها في المطار مع مجموعة من الأشخاص غير معروفين وتضح أنه تم خداعها للمشاركة في الاجتماع لإدانة اتفاقية مدريد الموقعة في 14 أمبر 1975 ولي بموجبها أن هات إسبانيا استعمارها للصحراء المغربية نظام الجزائري نظام مافياوي منبوذ كيعيش حالة من طراب السياسي كيدعم منظومة إعلامية مشوهة وفاسدة لتغطي على سلسلة من كسارات والهزائم الديبلوماسية المتتالية اللي كيدجرعها بمرارة ويواصل نهج سياسة الكذب والتضليل في محاولة منه لامتصاص غضب الشريع الجزائري اللي ضاق درعا من أوضاع المعيشية المزرية في مقابل ملاير الدولارات اللي كيتمصرفها بصخاء على مجموعة بخلات عالم الإرهاب العالمي من بابه الواسع كذلك بعد يومين فقط من تعيينه فاجأ الوزير الأول الجزائري الجديد نادير العربوي لما المفترض أنه كان خاص يجري حاليا مفاوضات مع سلطات السياسية المحلية لتشكيل فريق حكومي جديد فاجأ الجزائريين اللي كانوا كيتوقعوا رسالة قوية من رئيس الحكومة الجديد مش أنشغالاتهم لكن في أول نشاط رسمي لله استقبل العربوي رئيس ما يسمى البرلمان البوليزاريو هذا رئيس البرلمان البوليزاريو هذا مدعو حمى سلامة لقدمت وثائل الإعلام المحلية على أنه يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر يعني يقوم بزيارة رسمية من الجزائر إلى الجزائر كذلك بعد قرار الرئيس الجزائري تعيين نادير العربوي رئيس للحكومة خلف الأيمان بن عبد الرحبان وتم تعيين بوعلام بوعلام مدير الديوان الرئاسة بعد ذلك أصدر رئيس الجزائري مجموعة من المراسيم الرئاسية لشملت إقالة عدد من المسؤولين بينهم المراقب العام للجيش الجزائري هنا من وصلات الأمور العزل للقادة العسكريين هذه الأمور تشير إلى أن هناك مخاوف من قلاب عسكري وشيك كذلك هذه الأمور أطرت انتباه وسائل الإعلام الدولية وعلى وجه الخصوص لإسبانيا للم تفوت الفرصة للحديث عما قام به الرئيس الجزائري من خرق للدستور حيث من المفروض أن يعرض لوزير الأول خطة عمل الحكومة للمجلس الوطني للموافقة عليها ويتولى المجلس فتح مناقشة عامة في هذا الشأن لكن الرئيس الجزائري داس على الدستور ليشير إلى أن للوزير الأول أن يكيف خطة العمل في ضوء هذا المناقشة وتي بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويرفع الوزير الأول خطاب إلى مجلس الأمة بشأن خطة عمل الحكومة اللي وافق عليها المجلس الشعبي الوطني والمجلس الأمة أن يصدر قرار في هذا الإطار وفي هذا الصدد قالت مجلة أطلاير الإسبانيا في تقرير لها أنه في بلد ينعدم في أي نقاش سياسي على الإطلاق فمن المؤكد أن المسؤولين لي لم يهتموا بهذا التفاصيل عندهم أشياء أكثر جدية وأهمية في أذهانهم من تغيير رئيس الوزراء وفقا للقانون الأساسي للبلاد فبدون شك أحلام حكام الجزائر لي لا هم لهم ولا أجندات سوى تمزيق المغرب والمس بالوحدة ديالو الترابيان عبر دم وإيواء وتسليح مرتزقة للبوليزاري والإرهابيين لكيشكلوا خطر على أمن وسلامة المنطقة بالنظر إلى ارتباطاتهم مع الجماعات الإرهابية والمجموعات الإجرامية المتاجرة في السلاح والمخدرات والبشر وفي هذا الصدد دخل الوزير الخارجية السيد ناصر بوريطا يوم أمس الأربعاء على خط انفجارات التي شهدتها مدينة الصمارة بالصحراء المغربية وفي جوابه عما تعرضت له مدينة الصمارة من اعتداء أكد السيد بوريطا أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب أن هذا في المغرب ليس تصعيد ولكن تصرف بحكمة وشدد على أن المغرب سيرد في الوقت المناسب والمغرب هو من يحدد ما أو كيف سيتم الرد على هذا الاعتداء وأضافه قال أن الوزارة راسلت في وقت سابق لأمم المتحدة وأمينة العام عبر القنوات الديبلوماسية حيث أدنت هذا العمل الإجرامي وفي إشارة إلى الاعتداءات الأخيرة بمدينة الصمارة من طرف ميليشيات البوليزاريو سجل السيد بوريطا أن المغربة عبروا على الإدانة ديرهم الشديدة لهذا العمل عبر مسيرات تلقائية جابت مختلف مدن الأقالي من جنوبية للمملكة وأكد أن قضية الصحراء المغربية محط إجماع وطني بين كل أقطاب ومكونات الشعب المغربية وأكد أنها ستظل تحدي المتصدر للأجندة الجيو السياسية للمملكة المغربية والبوصلة التي تحدد اتجاه الديبلوماسيا المغربية وأكد كذلك أن ريهانس تكمل واحدة ترابية للمملكة مسألة مصيرية في وجدان كل مغربة الذين يصطفون قاطبة وراء جلالة الملك محمد السديس حافظه الله تشير تصريحات وزير الخارجي أمام البرلمان يوم أمس الأربعاء والتي أكد فيها أن المملكة ستختار الوقت المناسب والكيفية التي سترد بها على الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على مدينة السمرة والتي تبنات البوليزاريو الإرهابية هذه الهجمات تشير تصريحات المسؤول المغربي إلى قدرة عالية على ضبط النفس والتعامل مع تلك الأحداث بمنطق الدولة وأن التريط لا يعني بأي حال مرور تلك الاعتداءات دون رد مناسب القوات المسلحة الملكية تمتلك من الخبرة والقدرة لرد على جرائم البوليزاريو لتشير كنتهاكاتها إلى محاولة سعيد ولفت انتباعاً الجهود الدبلوماسية لحل نزاع المفتعل في الصحراء الماريبية لكن الجانب الماريبي اختار في الوقت الراهن ترك المجال الدبلوماسية للفضح إرهاب البوليزاريو من جهة والتعامل مع